والآن أدعو معالي السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة في المملكة المغربية للقاء كلمته فليتفضل أصحاب الجلالة أصحاب السمو أصحاب المعالي والفخامي وهالحضور الكريم شرفني صاحب جلال الملك محمد السادس نصار الله بتمثيل جلالته في أشغال هذه القمة العربية الصينية الأولى وأن أتلو هذا الخطاب نيابة عن جلالته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخي العزيز صاحب الفخامة السيد شيجين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وصديقي الكبير حضرات السيدات والسادة أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي الأعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ومن خلاله إلى أخي العزيز ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي الشقيق على استضرافته هذه القمة العربية الصينية الأولى وعلى ما بدلته السلطات السعودية من جهود لتهيئ الظروف الملائمة لتنظيمها وإنجاحها والشكر موصول أيضا لفخامة السيد جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية على رئاسته المشتركة لهذه القمة كما أعريب لمعالي السيد أحمد أبو الغيت الأمير العام لجماعة الدول العربية عن تقديري للعمل القيم التي قامت به الجامعة من أجل التحضير الجيد لأعمال هذه القمة ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نجدد تهاننا للشعب الصيني الصديق على نجاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني كما نجدد التعبير لصديقنا الكبير فخامة الرئيس عن أسمى عبارات التهاني على تجديد انتخابه على رئيس الحزب للمرة الثالثة مما يؤكد التقى المتواصلة التي يحضر بها لدى الشعب الصيني الصديق وقيادة الحزب الشيوعي الصيني وهي مناسبة كذلك للإشادة بما أن انبتق على المؤتمر بخصوص العلاقات مع العالم العربي أصحاب جلاله الفخامة والسمو المعالي حضرت سيدة والسادة نعيش اليوم لحظة قوية في مصار تعاول العربي الصيني تشكل القمة العربية الصينية الأولى حدثا تاريخيا ومنعطفا مهما في العلاقات بين الجانبين وهي أيضا فرصة سائحة لإضافة لبنة جديدة إلى صرح العلاقات التقليدية القوية القائمة بين العالم العربي والصين فهذه القمة بقدر ما هي مناسبة لاستشراف لآفاق المستقبلية لشراكة متميزة فإننا نحرص على أن تحتل مكان مرموقة في خارطة علاقات منطقتنا العربية مع مختلف شركائها من دولين وتجمعات ومنظمات إقليمية وقارية فهي تشكل كذلك موعدا لاستحضار الأبعاد الحضارية والروابط التاريخية الليستي استندت على شبكة علاقات إنسانية وتمازج تقافي متمر والتأثير إيجابي متبادل في إطار طريق الحرير القديم هذه العلاقة العريقة التي نسجت من خلال هذا التلاحم وهذا التلاقم عفوا هذا التلاقح التقافي والحضاري الذي امتد عبر الزمن وربط الماضي بالحاضر تستشرف المستقبل اليوم في تعاون متجدد ومستمر لعل أبرز تجلياته والتعاون العربي الصيني القائم في إطار مبادرة الحزام والطريق إن هذه القمة تنعقيد في السياق دولي مشحون بالأزمات التي خلفتها أطار جائحة كورونا والتطورات الجيوستراتيجية الدقيقة التي يشهدها العالم وما صاحبها من اضطرابات وبؤة توطر ونزاعة مسلحة لها أطار مباشر على منطقتنا العربية وعلى شريكنا الصين وعلى دول العالم وهو ما يعطي للشركة الاستراتيجية بيننا أهمية خاصة من منطلق أنها تتوخى تجاوز آطارها التحديات متعددة لأوجه ولعل التعاون بين الصين والدول العربية خلال افترة الجائحة على كافة المستويات الصحية والذي ارتقى في بعض الأحيان كما هو الشأن بالنسبة لمملكة المغربية إلى مستوى شراكة مؤسساسية وعلمية وصناعية لا سيما في مجال التلقيحات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي حضرات سيدات السادة إننا نسجل باعتزاز حرص جمهورية الصين الشعبية الصديقة على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية ومساندتها لتجاوز الأزمات التي تشهدها والحد من تداعيتها وذلك بما هو من مشهود به للدبلماسية الصينية من حكمة ورزانة تسهم في التقريب بين وجهات نظر الفرقاء وتغريب فضائل الحوار لتجاوز واقع الاضطراب وعدم الاستقرار وهنا نود أن نشير إلا أن ما توجه دول منطقة العربية من تحديات تهدد أمنها واستقرارها ما رده في بعض الحالات مع الأسف إلى سياسات وسلوكيات بعض الدول العربية اتجاه البعض الآخر ومن هنا وجبت شديد على أنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المليء بالمخاطر دون الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية ومن جهة أخرى يعتبر دعم الصين الراسخ للقضية الفلسطينية العادلة مكسبا دوليا تمينا من أجل حل عادل ودائم لهذه القضية في إطار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالقدس الشريف وفي هذا الإطار وبصفتنا رئيسا للجنة القدس لا يسعنا إلا أن نتمنا عاليا دعم الصين التابت للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة ورفضها لاتخاذ أي قرارات أحادية الجانب من شئنها أن تقود جهود إحياء عملية السلام وإبعاد ملف القدس عن طاولة المفاوضات وعزله عن ملفاته الوضع النهائي وهو ما سيزيد من توطر الأوضاع وتعقيدها في الوقت الذي نسعى فيه مع كل القوى المحبة للسلام لتوفير الظروف الملائمة لتغليب خيار السلام وعودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لطاولة المفاوضات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المعالي حضرت السيدات والسادة تعرف العلاقات العربية الصينية تنوعا وتطورا على السعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والتقافي والإنساني بفتل ما تسخر به من مؤهلات يجدر استثمارها بشكل الأمثل للمساهمة في تحقيق ما يصبو له العالم العربي من نهضة اقتصادية حقيقية وتطور علمي وتكنولوجي لا سيما خلال إطلاق مشاريع تنموية والدعم البنيات التحتية واللوجيستيكية والتنمية البشرية ونقل التكنولوجيات ولكن برغم من أن الصين هي الشريك الاقتصادي الأول للدول العربية إلا أن التبادل التجاري بين الجانبين وإن شجل مستويات جيدة من حيث الحجم والتنوع والكتفة حيث تناهز مئتين وابعين مليار دولار سنة ألفين وعشرين فهو لم يرق بعد إلى المستوى المؤهلات المتاحة كما أنه يعرف عجزا كبيرا في الصادرات العربية نحو الصين باستثناء الصادرات من النفط والغاز مما يستدعي العمل المشترك من أجل تشجيع هذه الصادرات وتنوعها لتكون قاطرة للنهوض بالاقتصاد العربي الصناعي والفلاحي والخدماتي كما أن عدد السياح الصينيين الذين يزورون الدول العربية أقل من عدد نضرائهم العرب الذي يتوجهون إلى جمهورية صل صديقة وهنا ندعو للعمل على رفع عدد سياح التجاهين لتحقيق ما نصب إليه جميعا من مزيد من التقارب والتواصل أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المعالي حضرات السيدة والسادة إن من بين ركائز السياسة الخارجية للمملكة المغربية تطوير التعاون جنوب جنوب وتنوع الشركاء والانفتاح على المجموعات الإقليمية حيث تربط المملكة بعدد كبير منها علاقات صداقة وتضامن وتعاون مطمر وبالخصوص تلك المنتمية لدول الجنوب وفي هذا الصدد نود التعبير عن ارتياحنا العميق لما يطبع العلاقة المغربية الصينية من صداقة تاريخية متينة وتعاون مطمر في مختلف المجالات ومن تنصيق وتشاور بنا بخصوص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي هذا السياق نؤكد على انخراط المملكة المغربية في سياسة الصين الواحدة كأساس للعلاقات بين البلدين الصديقين كما أن دعمنا للمبادرات لقدمتها الصين كمجموعة أصدقاء المبادرة الدولية للتنمية يعكس مستوى التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين كما يحرص المغرب على المضي قدما في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين البلدين في مايو 2016 ومذكر التفاهم حول مبادرة الحزام والطريق وبالتالي توسيع أفاق التعاون التنائي ليشمل قطاعات جديدة واعدة وردات قيمة مضافة تشتد المملكة المغربية اليوم تأكيد استعدادها للإسهام الفعال في رفع من مستوى هذه الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات في التزام دائم بالقضايا العربية العدلة والمشروعة من أجل بناء نظام سياسي واقتصادي عالمي أكثر عدل وتوازن في احترام تام لسيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم تدخل في شؤونها الداخلية وفي هذا الإطار فإن المملكة المغربية تشيد بالمبادرة العربية الصينية التي سيتم متبنيها في إطار هذه القمة وتؤكد استعدادها للإسهام بكل جدية وتفاعلية فيما سيتضمنه إعلان الرياض من توصيات بغية الرقيب الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية ووضع أسس قوية لبناء مستقبل مشترك يضمن سبل تعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتهيي الاقتصاد وتحسين آدائه والنهوض بواقع الإنسان العربي والإنخراط في مجتمع المعرفة والاتصال ولا يفتني بهذه المناسبة أن أجدد الإعراب عن فائق اعتزازي بعمق الروابط القائمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وبمتانة علاقتهم التنائية مشيداً بما يجمع البلدين الشقيقين من شراكة نمودجية قوامها التشارل بالناء والتضامل الفعال والتعاون المثمر في مختلف المجالات الاستراتيجية كما أعرب عن اعتزازي بما يربط الأسرتين الملكيتين من أواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل وما يتقاسم الشعبان الشقيقان من مودة وصداقة وفي الختام أود أن أجدد شكر الخالص للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً على حسن الاستقبال على ما بدلته من جهود لتنظيم وإنجاح هذه القمة لتحقيق ما نصب إليه جميعاً من ترسيخ أسوش شراكة حقيقية تخدم السلام والاستقرار وتنتج التقدم ورخاء المشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر معادي السيد عزيزي خنوش على كلمته